اجتماع الثلاثية أو ما اسماه وزير الصناعة لقاء بعث الاقتصاد الوطني المزمع عقده نهاية الأسبوع سيكون شفافا تقدم فيه الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين رؤيتها الجديدة للاقتصاد وفقا للمعايير الدولية بما يحدد حقوق وواجبة كل طرف حسب الوزير الحكومة راح تعطي للمتعاملين اقتصاديين نظرة عن الاقتصاد الجديد عن الرؤية الجديدة للاقتصاد التي تتماشى مع العقلانية وموضوعية ومع الستندار الانترنسيون المعترفة المتعرفة عليهم المقاييس الدولية المتعرفة عليها دولين وتحدد واجبات الحكومة تجاه المتعاملين الاقتصاديين لأن ما فيش اقتصاد بدون متعاملين وتحدد أيضا ما تنتظره الحكومة من المتعاملين الاقتصاديين ليس من موعود ولكن من إنجازات حقيقية ومن نظرة تتماشى مع مصلحة الجزائر النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير وتجعل خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة الهدف المنشود النصوص لدرجناها غير قابلة للتغيير في كل شهرين وحتى في كل سنتين لأنه بكل وضوح لا تخدم أطراف المعينة تخدم الاقتصاد الوطني لزيادة ولا أقل وتخدم الشفافية فيما يخص يعني تسيير الاقتصاد بطريقة عامة كاين أطراف اللي ما يهمه ومش تكون نصوص شفافة لأنه في إطار نصوص شفافة اللي تسمع للجاميع بالاستثمار لما تكون المشاريع دي جدوى وتكون الشروط محددة كاين أطراف اللي ما تخدماش لأنه أصلا هو ما يش ناوي على مشروع من هذا القبيل الوزير قال إن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة ومقاييس تبنى على أساس ما يقدمه المتعامل من القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار قانون الاستثمار الشديد حدد مقاييس معينة في كل المجالات يعني في التشغيل في نوعية التشغيل في العقار في رؤوس الأموال من يستثمر رؤوس أمواله الخاصة ومن يتاكل على البنوك ماهوش كيف كيف ماهوش نعطونه نفس الامتيازات بين اللي يجيب فلوسه واللي يجيب ترابه واللي يقول لك أعطيني ترابه اللي عنده قيمة موظافة وطنية بتحويل مواد محلية واللي يجيب مشروع يعني 80% من المدخالات انتاعه مستوردة ماهوش كيف كيف فرحات أي تعلي قال إن صلاحيات المتضاربة للهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار ستجمع في الديوان الوطني للعقار الصناعي بهدف القضاء على البلقراطية واختزال الوقت في التعامل مع المستثمرين ترجمة نانسي قنقر